بعد استمرارها لعدة أشهر أزمة تشكيل الحكومة السودانية في طريقها إلى الحل أشهر انتظار كابد فيها السودانيون مرارة الدم ليدخلوا بعدها مرحلة جديدة من أجل قطف ثمار ثورة ضحوا من أجلها وصبروا أيام شدتها الوسيط الإفريقي في الأزمة السودانية محمد حسن ويلد البات أعلنت توصل إلى اتفاق كامل بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري قوى الحرية والتغيير في السودان أشارت إلى أنه بالرغم من إتمام الاتفاق مع المجلس العسكري إلا أن اللجنة الفنية تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لتوثيق الإعلان الدستوري فيما حددت جدولاً زمنياً لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في البلاد عضو اللجنة الفنية في القوى ابتسام سنهوري أعلنت أن تأسيس مرحلة جديدة ومواجهة تحديات المستقبل والتشديد على الالتزام بحكم القانون كانت من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري فيما أكدت أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية بينما ستكون صلاحية مجلس الرئاسة محدودة وبالتوافق السنهوري أشارت أيضاً إلى أنها تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات وسعة للسلطة التنفيذية ويعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين ولا يمكن تحقيق المساواة دون فتح ملف السلام في الفترة الانتقالية والذي عدته قوى الحرية والتغيير من أولويات وثيقة الإعلان الدستوري إضافة إلى إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان وعلى ما يبدو فإن استخدام العنف ضد المتظاهرين وقتل العشرات منهم في حديثة فض اعتصام الخرطوم سيبقى الشاهد الأبرز على التنكيل الذي لحق بالثورة لسيما وأنه لم يتم محاسبة من تورط فيه حتى الآن الأمر الذي يزيد من مخاوف السودانيين من احتفاظ الجيش بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى ترجمة نانسي قنقر